المزمور المئة والعشرون ترنيمة المصاعد إلى الرب في ضيق صرخت فاستجاب لي يا رب نج نفسي من شفاه الكذب من لسان غش ماذا يعطيك وماذا يزيد لك لسان الغش سهام جبار مسنونة مع جمر الرتم ويلي لغربتي في ماشكا لسكني في خيام قيدار طال على نفسي سكنها مع مبغدي السلام أنا سلام وحينما أتكلم فهم للحرب المزمور المئة والحادي والعشرون ترنيمة المصاعد أرفعوا عيني إلى الجبال من حيث يأتعوني معونة من عند الرب صانع السموات والأرض لا يدعو رجلك تزل لا ينعسو حافظك إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل الرب حافظك الرب ظل لك عن يدك اليمنى لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل الرب يحفظك من كل شر يحفظ نفسك الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر المزمور المئة والثاني والعشرون ترنيمة المصاعد لداود فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب تقفوا أرجلنا في أبوابك يا أوروشليم أوروشليم المبنية كمدينة متصلة كلها حيث صعدت الأصباط أصباط الرب شهادة لإسرائيل ليحمد اسم الرب لأنه هناك استوى الكراسي للقضاء كراسي بيت داود سألوا سلامة أوروشليم ليسترح محبوك ليكن سلام في أبراجك راحة في قصورك من أجل إخوتي وأصحابي لأقولن سلام بك من أجل بيت الرب إلهنا ألتمس لك خيرا المزمور المئة والثالث والعشرون ترنيمة المصاعد إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات هو ذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي ساداتهم كما أن عيني الجارية نحو يدي سيدتها هكذا عيوننا نحو من أجل بيت الرب إلهنا حتى يترأف علينا رحمنا رحمنا يا رب رحمنا لأننا كثيرا مامتلأنا هوانا كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين وإهانة المستكبرين المزمور المئة والرابع والعشرون ترنيمة المصاعد لداود لولا الرب الذي كان لنا ليقل إسرائيل لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا إذن لابتلعون أحياء عند احتماء غضبهم علينا إذن لجرفتنا المياه لعبر السيل على أنفسنا إذن لعبرت على أنفسنا المياه الطامية مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم إن فلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ السيادين الفخ انكسر ونحن انفلتنا عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض أمثال سليمان الفصل السادس والعشرون كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد هكذا الكرامة لا تليق بالغبي كالعصفور في جولانه والسنونة في طيرانها كذلك لعنة من غير علة لا تستقر الصوت للفرس واللجام للحمار والعصى لظهور الأغبياء لا تجاوب لا تجاوب الغبي بحسب حماقته لألا تكون أنت نظيره جاوب الغبي على قدر حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه من يرسل كلاما على يد غبي فإنما يقطع رجليه ويتجرع الظلم ساقال أعرجي متدليتاني وكذلك المثل من فم الأغبياء مثل من يعطي كرامة لغبي كمثل من يربط حجرا بالمقلاع كشوك مرتفع بيد سكران هكذا المثل في فم الأغبياء من يستأجر غبيا أو يستأجر عابر سبيل كرام سهاما يطعن الجميع كما يعود الكلب إلى قيئه هكذا يعيد الغبي حماقته أرأيت إنسانا حكيما في عيني نفسه إن الرجاء في الغبي أكثر من الرجاء فيه قال الكسلان إن في الطريق شبلا إن في الشوارع أسدا كما يدور الباب على محاوره هكذا يتقلب الكسلان على فراشه الكسلان يخفي يده في الصحفة ويشق عليه أن يردها إلى فمه الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من سبعة يجيبون بعقل من يمر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه كمن يمسك بأذني كلب كمجنون يقذف شررا وسهام وموتا هكذا الإنسان الذي يخدع قريبه ويقول ويقول إنما أنا أمزح بنفاد الحطب تنطفئ النار وبزوال النمام يهدأ النزاع كالفحم للجمر وكالحطب للنار هكذا الإنسان المنازع لإدرام الخصومة كلمات النمام مثل لقم حلوة فهي تنزل إلى أعماق الجوف الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير مثل زغل الفضة يغش خزفه بشفتيه يتنكر المبغد وفي داخله يضبر غشا إذا تكلم بلطف فلا تأت منه فإن سبع رجاسات في قلبه فمع أنه يغطي بغضه بمكر فإن خبثه يكشف بين الجماعة من يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجرا يرجع عليه اللسان الكاذب يبغض صرعاه والفم الملك يجلب خرابا ترجمة نانسي قنقر